علاج التباول اللا إراضي عند الأطفال من الأشياء التي يبحث عنها أولياء الأمور على نطاق واسع لأن مشكلة التباول اللا إراضي من أكثر المشاكل التي تواجهها الأمهات والآباء مع أولادهم وبخاصة ما إذا كانوا في بداية أعمارهم نبدأ أولا بتعريف التباول اللا إراضي عند الأطفال فيعتبر التباول اللا إراضي عند الأطفال من أكثر الأمراض المتعلقة بالمسالك البولية والتي تنتشر بين الأطفال والمراهقين ومن أكثر الأشياء التي تشغل الكثيرين وتسبب مشاكل كثيرة أيضا ووفقا للدراسات فإن التباول اللا إرادي للأطفال يحدث بشكل متكرر بعدما يبلغه من العمر خمس أعوام وهذا ينتج عن مشاكل نفسية وليست جسدية نبدأ أولا بأسباب التباول اللا إرادي عند الأطفال ونذكره أولا من أهم الأسباب التي ينتج عنها التباول اللا إرادي هي إهمال الأم لطفلها وعدم اعتهده أن يجلس على المرحوض لأن الطفل لم يتدرب على التحكم في مسانته ثانيا عندما يغار الطفل من مولود جديد يقوم الطفل بالتباول فيقوم بأراض لفة الأنظار وطلب الاهتمام من من حوله وهذا اعتقد منه أنه سيلقى اهتماما من والديه ثالثا في كثير من الأحيان يكون التباول اللا إرادي بسبب التعرض لأزمة نفسية ناتجة عن مشاكل وخلافات بين أفراد الأسرة والتي تجعل الطفل مصابا بالتوتر والقلق الذي ينتج عنه مشكلة التباول اللا إرادي رابعا عندما يقوم الوالدين بدرب طفلهم بصورة مستمرة وهذا يدفع الطفل إلى التباول اللا إرادي بصورة متكررة وبخاصة إذا ما كانت الإهانة أمام الآخرين خامسا إصابة الطفل بأي مرض يصيب الجهاز الباولي مثل التعبات الجهاز الباولي وأيضا مرض السكر كل هذا بالإضافة إلى مرض الامسيك وأخيرا يمكن أن يصاب الطفل بالتباول اللا إرادي في حالة وجوده في مكان لا يجد فيه الروحة أو في حالة الصفر والانتقال من مكان معتاد عليه إلى مكان آخر لا يحبه ولا يرغب في التواجد به أما عن أسباب التباول اللا إرادي المرضية فنذكر منها أولا من دون الأسباب التي تؤدي إلى التباول اللا إرادي هو تأخر نمو الطفل الذي يعرف علميا باسمه متلازم الدون ثانيا إصابة الطفل بأي مرض مرتبط بالأعصاب أو يسبب له ضعف في التركيز ثالثا يعتبر أيضا العامل الوراثي والجيني عاملا من ضمن العوامل التي تؤدي إلى إصابة الطفل بالتباول اللا إرادي رابعا عندما يصاب الطفل بنوبات الصرع بشكل متكرر خامسا في حالة مكانة مسانة الطفل حجمها صغير حيث يزداد كمية البول عن الحجم المناسب للمسانة ويؤدي ذلك إلى تصرب البول من مسانة الطفل بشكل خارج عن إرادته سادسا في حالة عدم اكتمال النمو لمسانة الطفل حيث نجد أنه في كثير من الحالات تكون الأعصاب التي تتحكم في المسانة تعاني من البطء في النمو والنضل سابعا وجود خلال في الهرمونات عند كثير من الأطفال حيث نجد أن عدد من الأطفال أجسادهم لا تنتج المعدل الكافي من الهرمون المضاد للبول الذي يتسبب في إبطاء عملية إنتاج البول بالتحديد في فترة الليل سامنا إصابة الطفل بالتهابات في المسالك البولية التي تؤدي لعدم قدرة الطفل على السيطرة والتحكم بنفسه عند حاجته للتباول تاسعا قد تؤدي إصابة الطفل بمرض السكر إلى التباول اللائراضي في فترة الليل عاشرا إذا ما كان الطفل يعاني من الإمساك المزمن وأخيرا عند وجود مشاكل خلقية في الجهاز البولي أو مشاكل في الجهاز العصبي للطفل ينتج عنها الإصابة بالتباول اللائراضي أما عن طرق علاج التباول اللائراضي عند الأطفال فنبدأ أولا أنه ينصح بالاهتمام بصورة كبيرة بالطفل مع إصغار الحب والحنية لأن هذا يؤثر على الطفل بصورة إيجابية ويجعله مؤهلا لأن يتخلص من التباول اللائراضي ثانيا ينصح أن يروع الوالدين مشاعر طفلهم أمام الأشخاص الآخرين وعدم إهانته لأي سبب من الأسباب حتى لو ارتكب خطأ لأن هذا يجعل الطفل قليل الثقة في نفسه وينطق عن ذلك إصابته بالتباول اللائراضي ثالثا ينصح بتقليل كمية السوائل التي تعطى للطفل قبل ذهابه إلى النوم وبالتحديد المشروبات الغازية والمشروبات التي بها نسبة مرتفعة من الكافيين رابعا المدوام على أن يستيقظ الطفل في الليل ولو حتى بمعدن مرتين ليدخل الحمام لأنه من المعتاد أن التباول اللائراضي يحدث في الليل وبخاصة أثناء النوم وأخيرا يجب أن يقوم الوالدين بالفحوصات الهمة واللازمة للطفل حتى يتأكدوا بشكل تام من سبب معاناة الطفل من أي مشاكل تدفعه إلى التباول اللائراضي أما عن علاج التباول اللائراضي عند الأطفال باستخدام الأعشاب فنبدأ أولا بالعسل فمن المعروف عن العسل أنه مكوم مفيد للصحة بشكل عام بالإضافة إلى ذلك أنه يساعد الطفل على أن يتخلص من الحالات المكررة من التباول اللائراضي بصورة جيدة وهذا لأنه يقوم بتهدئات الأعصاب ويساعد الجسم على أن يمتص السوائل بشكل كامل ثانيا الزنجبيل فينصح أن يطحن مقدار 20 جرام من الزنجبيل وخلطها مع مقدار 200 جرام من العسل الأبيض ويتم تقليبهم معا بشكل جيد حتى يختلطوا وبعد ذلك يتم أخذ عدد ملعقة واحدة من هذه الخلطة ويتناولها الطفل بشكل يومي قبل أن يذهب إلى النوم وهذا يساعد بشكل كبير على تقليص نسبة التباول عند الطفل في فترة الليل وبالتحديد أثناء ذهابه إلى النوم ثالثا الزبيب الأسود حيث تقوم الأم بجلب مقداره من الزبيب وتقوم بتحنه وبعد ذلك تخلطه مع عسل النحل النقي وتقوم بخلطهم حتى يكونوا عجينة ثم يعطى الطفل مقدار ملعقة صغيرة بشكل يومي قبل أن يذهب إلى النوم ويستمر الطفل بتناول هذه الخلطة لمدة لا تقل عن أسبوعين وهي تساعد في خفض نسبة التباول اللائراضي عند الطفل بشكل كبير رابعا مغلي البابونج فنعرف جيدا أن البابونج يعد من الأعشاب المهمة والتي لها دور كبير في علاج مرض التباول اللائراضي ويتم هذا عن طريق تناول الطفل مقدار كوب واحد صغير بشكل يومي من البابونج المغلي بعد خلطه بالعسل ويستمر على هذه الخلطة فترة من الوقت خامسا خل التفاح وهو يعد من أهم المواد التي تقلل من حمودة المعدة وبالتالي سيؤثر بشكل كبير على التقليل من الرابع في التباول بشكل لا إراضي ولهذا ينصح باستخدامه للحد من مشكلة التباول اللائراضي عند الأطفال فيتم وضع مقدار ملعقتين من خلط تفاح في كوب من الماء واعطاهه للطفل ليشربه بعد كل وجبة سادسا زيت الزيتون فيستخدم زيت الزيتون بشكل كبير في علاج مشكلة التباول اللائراضي ويتم استخدامه من خلال تسخين مقدار مناسب من زيت الزيتون ووضعه على منطقة العين عند الطفل وتدليق المنطقة به وهو دافئ لمدة لا تقل عن عشر دقائق ويتم تقرار هذه العملية بشكل يومي ليتم التخلص من مشكلة التباول اللائراضي عند الطفل وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم السلامة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات اشتراك بالقناة اشتراك بالقناة